السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم في الشابط الرقم 3 الشابط هذا اللي هو في المحاضرة الخامسة هذي سنرى لما يكون الجسم يعني عليه قوتين بس والحالة الثانية سنرى لما يكون عندك ثلاثة قوة ليش الشروط اللي تجعل الجسم يكون في حال اتزان. سنبدأ بشرح لكليبرم 2 يعني الجسم سيكون عنده ثلاثة قوتين عندك القوة F1 والقوة F2. طبعا القانون لازم يكون Sigma F يساوي 0 و Sigma M يساوي 0 هنا المحاور بتاع القوتين مختلفين يعني مستحيل انه يكون Sigma F يساوي 0 طيب الحل الوحيد انه Sigma M يساوي 0 لو نختار النقطة A Sigma M A يساوي 0 واللاحظ انه محور القوة هذي بيكون 0 المحور هذي مر بالنقطة A يعني هيكون العزم يساوي 0 لكن المحور القوة هذي ما يمر من القوة ما يمر من المحور يعني هيكون مختلف على السفر يعني غير متزم في الحالة الثانية نفس الشيء باللاحظ انه محور القوة هذي بيمر يعني من نقطة A ونفس الشيء المحور هذا بيمر يعني Sigma M على طول حييمكن يكون 0 لكن Sigma F مختلف على السفر ليس هيكون في حالة الثانية طيب ايش الحل؟ لازم يكون هذا يعني يساوي 0 لازم يكونوا يعني اثنين متعاكسين موجودين على نفس المحور يعني القانون بيقول ان لما يكون عندك قوة اثنين يكونوا متعاكسي F1 و F2 لازم يكون عندهم نفس القيمة وعندهم يعني في حالة متعاكسين يعني لازم تكونوا نفس الاتجاه في الحالة هذي بيكون يعني في حالة اتجاه يعني لما يكون الجسم عنده قوةين بس لازم يكونوا الاثنين موجودين على نفس المحور يكونوا متعاكسين في الحالة هذي يقدرون نقول الجسم انه في حالة اتجاه نشوف الحالة لما يكون عندك ثلاثة قوة لما يكون عندها ثلاثة قوة طبعا المحور نفس الشيء هنستعمل السجما F يساوي 0 والسجما M يساوي 0 هذا من الاثنين لازم يكونوا متوفري لكن باللاحظ ان المحور لازم تمر من نفس النقطة يعني في كل حالة بتكون مثلا المحور قوة هذي بتمر هذي نفس الشيء بتمر يعني لا بتلاحظوا ان المحور كلها بتمر من نفس النقطة في الحالة هذي نمكن نقول ان الجسم في حالة اتجاه يعني لما يكون عندك ثلاثة قوة لازم يكونوا كل ثلاثة قوة هذة يكونهم كنكرنت يعني محور متاعهم كل محور متاع قوة يلتقوا في نفس النقطة بنسميهم كنكرنت او يمكن يكونوا يعني متوازين لو كانت القوة متوازية يعني يمكن يكونوا يعني في حالة اتزان هذه هي يعني عشان يكون الشرط يكون به الجسم في حالة اتزان لما يكون عليها ثلاثة قوة طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله في المحاضرة القادمة شكرا